في موضوع اخر قال الامين العام لجماعتي الدول العربية احمد ابو الغيط في كلمة له لدى افتتاحية دورة العادية 59 بعد المئة لاجتماع مجلس الجامعة المستودس الوزاري قال ان المنطقة العربية بحاجة الى تفعيل الالية عربية مشتركة لتعامل مع الكوارث والازمات وعلى رأسها ازمة الغذاء التي تبنت الجامعة بشأنها استراتيجية مشتركة في قمة الجزائر شهر نوفمبر الماضي التحديات المستجدة تفرض على دول المنطقة العربية الى اهمية اكبر للتفكير الاستراتيجي في التعامل مع الكوارث والازمات والاوضاع الطريقة ان الحاجة تشتد الى الية عربية جماعية للتعامل مع الكوارث بل الاستراتيجية عملية للتعامل مع الازمات الخطيرة ذات التأثير الممتد وتحضرني في هذا المقام الاستراتيجية العربية لتحقيق الامن الغذائي والتي تبنتها قمة الجزائر في نوفمبر من العام الماضي والتي تعالج ازمة خطيرة متفاقمة يعاني منها عدد من الدول العربية على اكثر من مستوى